درس اليوم اللي هو العامل المشترك الأكبر هلا العامل المشترك الأكبر احنا اخذناه قبل و احنا الصغار بنوجده بين خلال أرقام اللي هو زي التذكر هون كاتبنا 48 و 60 من نوجد العامل المشترك لإلهم من حلة لل 48 و 60 العواملهم الأولية و بنشوف ايش الأرقام المشتركة التنين التنين نكتبهم مرة واحدة و برضو اللي هو عدد 3 مشترك بينهم بكتبهم مرة واحدة و بضربهم بعض بعضين اللي هو العامل المشترك الأكبر هلأ هنا في هذا الدرس رح نخرج العام المشترك الأكبر للمقادير الجبرية مو للأعداد للمقادير الجبرية أول إشيء إشيء اللي هو العام المشترك للأعداد من المقادير الجبرية هو عبارة عن حاصل ضرب العوامل الأولية المشتركة لإله يعني رح نحلل إحنا المقدار الجبري العوامل الأولية ونشوف إشيء الأشياء المشتركة بتكون هي العامل المشتركة الأكبر لهذه المقادير الجبرية الخطوة الأولى عشان أوجد أنا عامل مشترك أكبر إني أحلل المقدار إلى عوامله الأولية كيف أحلل العوامل الأولية بالدروس اللي أخذناها إما فرق بين مربعين أو تحليل عبارة تربيعية أو بيكونه فرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين بعد ما نحللوا العوامل الأولية نشوف مين المشترك بين المقدارين الجبريين هذول اللي معنا بيكونوا هما العامل المشترك الأكبر تعالوا نأخذ أمثلة لدينا سين تربيع ناقص أربعة هذا أحلل العوامل الأولية هيا على أي درس عندنا الأربعة هي مربع كامل والسين تربيع مربع كامل وبينهم إشارة طرح مربعين وبينهم إشارة طرح إذن هاي على فرق بين مربعين الدرس الأول بفتح قوسين سين زائد 2 سين ناقص 2 عندنا سين تربيع زائد 5 سين زائد 6 هاي الثلاث حدود موجودة بالصورة العاملة المعادلة التربيعية موجودة بالصورة العاملة إليها إذن هاي على الدرس الثاني وهو تحليل عبارة التربيعية نفتح 2 قصان وسين تربع منوزحه سين سين ماذا العددين اللي بضربهم ببعض اعطينا 6 بجمعهم ويعطينا 5 اللي هما 2 ضرب 3 او 6 ضرب واحد بس 6 1 ما بيعطينا مجموعهم 5 بيعطينا مجموعهم 7 فبالتالي بناخد الثنين والثلاثة هما بضربهم بعطينا 6 وبجمعهم بعطينا خمسة فمنحط زائي الثنين زائي الثلاثة عشان اطلع العامل المشترك الاكبر باشوف مين الاشياء المشتركة بين اللي هو المقادر الجبرية اللي حللتها أنا العوامل الأولية للمقدارين سين زائتينين مشترك بينهم فبالتالي بيكون العامل المشترك الأكبر لهدول المقدارين اللي هو سين زائتينين نعيد منحلل المقدارين لعواملهم الأولية ومنشوف الإشي المشترك بيكون هو العامل المشترك الأكبر للمقدارين الجبرية ناخد كمان أمثلة كاتب لنا هنا سين تكعيب زائد 125 هاي مكعب كامل ومكعب كامل وبينهم مجموع إذن هاي على درس مجموع اللي هو مكعبين بفتح قاس صغير قاس كبير سين تكعيب بحللها سين جذر التكعيب الى 125 اللي هي خمسة مربع الأول اللي هو هاي خلاص لا بننسى المسألة بشتغل على القاسة مربع الأول سين تربيع عكس الإشارة الأول ضرب الثاني اللي هو خمسة ضرب سين خمسة سين زائد مربع الثاني زائد 25 هلا العبارة اللي وراها سين تربيع زائد 2 سين ناقص 15 هاي عبارة تربيع موجودة بالصورة العامة في عنا ثلاث حدود بفتح قاسين السين تربيع بنحللها سين سين بسأل حالي ايش العددين اللي بضربهم ببعب بعطينا سالب 15 بجمعهم بعطينا موجب 2 اللي هما الخمسة والسالب 3 خمسة ضرب سالب ثلاثة بيعطينا سالب 15 وخمسة زائد سالب ثلاثة نطرح وشرة العدد الاكبر بتعطينا تنين فبالتالي رح نحط زائد خمسة وسالب ثلاثة وهاي على الدرس التاني اللي هو التحليل العبارة التربيعية فبالتالي سين زائد خمسة وسين ناقص 3 اخر 20 تربيع زائد خمسة سين هاي على الحالة اللي إذا بنتذكر حكينا إذا كان ثابت مش موجود ما في حد ثابت في سين وفي سين هاي رح نخرج عامل مشترك عنا اللي هو السين إذا خرج عامل مشترك السين من هون بتحضل سين واخرجناها من هون رح تضل عنا زائد خمسة بشوف أشي الأشياء المشترك بينهم إذا بلاحظ السين زائد خمسة تكررت في التلات مقادير جبرية أو في تحليل الريتات مقادير جبرية فبالتالي العامل المشترك الأكبر حيكون سين زائد خمسة ثلاثة خمسة صاد زائد خمسة عنا الخمسة مشترك بين المقدارين أو بين الحدين فبخرجها عامل مشترك بتصير خمسة بفتح قوس صاد زائد واحد أخرجت الخمسة من هون بتضل صاد أخرجتها من هون كأني بقسم على خمسة خمسة تقسيم خمسة واحد صاد تربيع ناقص واحد مربع كامل والواحد مربع كامل بينهم فرق إذا هيا عالدرس الأول فرق بين مربعين بفتح قوسين الصاد تربيع بحط صاد صاد زائد واحد ناقص واحد صاد تكعيب ناقص واحد هاي مكعب كامل مكعب كامل بينهم فرق إذا هيا عالدرس الأول فرق بين مكعبين بفتح قوس صغير وقوس كبير صاد تكعيب جدر هالتكعيب هي صاد وجد التكيب للواحد اللي هو واحد هلأ بنسى المسألة بشتغل على القوس الصغير عشان أطلع القوس الكبير مربع الأول صاد تربيع عكس الإشارة زائد الأول ضرب الثاني زائد مربع الثاني زائد واحد إذا بتطلع أن صاد زائد واحد صاد زائد واحد بس هم ما في صاد زائد واحد هاي في صاد ناقص واحد صاد ناقص واحد بس هاي ما في صاد ناقص واحد ما في إشي مشترك بينهم الثلاثة إذا ما كان في إشي مشترك بينهم الثلاثة يكون العامل المشترك الأكبر يساوي واحد لازم يكون الاشي المشترك أو اللي هو المقدار الجبري اللي أنا بحلله يكون مشترك ما بين اللي هو الثلاث مقادر اللي أنا حللتها هلأ الرابعة عنا ستة ميم سين زائد تنين لكل تربيع هلأ لازم أنا أحلل الستة العوامل هالأولية الستة هي عبارة عن تنين ضرب تلات تنين ضرب تلات ضرب ميم بننزلها سين زائد تنين تربيع حيكب بنفكها ما منوزع تربيع على السين وعلى تلتينين ومنحكي سين تربيع زائد أربعة هذا خطأ الأسس لا توزع على عملية الجمع توزع على عملية الضرب والقسمة ولكن لا توزع على عملية الجمع والطرح فمنفك هذا القوس بإني أحكي نهو سين زائد تنين وسين زائد تنين هلأ أربعتاش ميم سين زائد تمنية وعشرين ميم الاربعتاش والتمنية وعشرين أنا لازم أحللهم أو أفككهم الـ 14 عبارة عن 2 ضرب 7 الـ 2 أولي لازم يكونوا أوليات الـ 2 عدد أولي و 7 عدد أولي بأنه لا يقبل قسم إلا على نفسه وعلى 1 ضرب ميم ضرب سين الآن الـ 28 هي عبارة عن 4 ضرب 7 بس الـ 4 مش عدد أولي شو هي؟ الـ 4 هي عبارة عن 2 ضرب 2 لازم أحللها لعواملها الأولية فالـ 28 هي عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 7 ضرب ميم اللي يجب الـ 28 كيف كتبناها اللي هي 4 ضرب 7 لكن الـ 4 مش أولي فلازم أنا أحللها لعواملها الأولية اللي هي 2 ضرب 2 هلأ بشوف الأشياء المشتركة الـ 2 والـ 7 الـ 7 موجودات وفي عنا ميم وميم بخرجهم عام المشترك فبطلع 2 بطلع 7 بطلع ميم شو بضل من هون؟ بضلع لنا سين من الحد الأول بنزل زائد أخرجت الـ 2 أخرجت 7 وحدة وأخرجت ميم بضلع لنا إيش؟ 2 فبصير أنا سين زائد 2 هي اللي بتضل طيب هلأ إيش الإشي المشترك ما بين اللي هو المقدارين؟ آه لسه في عنا 6 ميم سين زائد 12 ميم هلأ برضو من حلل الـ 6 هي 2 ضرب 3 ضرب ميم ضرب سين و12 يعبار عن 2 ضرب 6 2 ضرب 6 الـ 6 يعبار عن 2 ضرب 3 يعني لازم فكك الـ 6 العوامل الأولي لأنه 6 مش عدد أولي فالتالي 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب ميم هلأ بنخرج عامل مشترك لـ 2 و 3 عنا مشتركات 3 و 3 والميم برضو عامل مشترك فإذا خرجنا 2 و 3 والميم بضل من هون سين ويخرجنا 2 و 3 والميم بضل عنا 2 من هذا الطرف بنحط زاء 2 فبالتال إذا بطلع عنا سين زائدين سين زائدين سين زائدين مشترك ما بينهم كلهم فبنحط سين زائدين بالعامل المشترك الأكبر وإذا بنت به كمان عنا اثنين مشتركة اثنين واثنين واثنين فبحطها بس إذا الثلاثة اطلعتهم ثلاثةهم ما فيه تلات فعنا سبعة فبالتالي هي مش مشتركة لازم تبقى